السلام عليكم ورحمة الله معاكم سيد من قناة ابدأ واستمتع كريات اسفان النهاردة الجزء الرابع من شرح مايكروسوفت وورد وياريت تشرفونا بالاشتراك في القناة زي كنتم لسه ما اشتركتوش وان شاء الله تستفيدوا جدا من فيديو النهاردة النهاردة مع بعض هنشرح قائمة ديزاين ديزاين يعني التصميم والشكل العام للملف زي ما انت شايفين هنا هوت هنخط اه ويراجرافات معاينة عشان نجرب فيها ونشوف قائمة ديزاين تقدر بتعمل بها ايه اول حاجة في قائمة ديزاين هنا هنروح على السيمز هنا هوت في السيمز طبعا عشان نجرب قائمة سيمز تمام لازم نحط object معاين لان زي ما انت شايف هنا هوت بتعتمد على الالوان والاشكال تمام فعشان نوضح بالزبط قائمة سيمز تقدر تعمل ايه اهو تمام اللي هي تقدر تغيير لنا الاشكال والخطوط والالوان لازم نحط object معاين او شكل معاين او كائن فهنروح دلوقتي نعمل insert الكائن اهو ناخد مثلا اي جدول او اي شكل اهو ونشوف بقى هنا قائمة سيمز هتعمل ايه في الاشكال والخطوط بتاعته اهو نرجع تاني لقائمة ديزاين ونروح للسيمز ونبدأ اهو زي ما انت شايف مجرد ما بتحرك جوه في قائمة سيمز بيتغير على طول لون الشيب او الابجيكت اللي انا حطيته اهو على طول بتتطبق اه اللي انا اخترته بيتطبق بشكل مباشر عشان كده هنا يبقى سيمز او ديزاين عموما متعلقة بالاشكال والالوان لما تيجي طبعا تتحرك نهوت في القائمة اللي جنبها هتلاحز كلمة تايتل دايما شكلها بيتغير تمام اهي بيغير لك كلمة تايتل حسب ما بتدوس فوق بيجي لك الشكل تحت بالطبق مباشرة في النص اللي انت مختاره اهو بنتحرك هون حد ما نختار الشكل اللي انت محتاجه او عايزه وتدوس وبعدين خلاص هو بيأكد على اختيارك بشكل مباشر يبقى دا كان ، وكانت القائمة اللي جنبها اللي هي بتمتعلقة بالتيتل نخش بعد كده على الكلرز هنا هوة للالوان برضو متعلقة با الوبجيكت او الشيпز او الاشكال اللي انا بحطها في الملف اهو زي ما انتوا شايفين مجرد ما بنزل في قايمة الالوان بيغير لي عطول الشكل الشيب او الوبجيكت اللي انا خطيته الشكل اللي انا خطيته علوانه بتتغير مجرد ما ادوس او اختار الشكل اللي انا أعايز اهو بغيرت اللون وبعدين بحدد مكانه اهو اغير اللون اللي انت ده كانت بنسبة للكلورز. هنا هوت الفونت برضو بيغير لك حسب الشكل اللي انت شايفه في الفونت لما بتعمل على اي اه باراجراف او اي اه في النص بيغير لك الخط حسب اه اختياراتك انت زي ما انت بتختار. دي طبعا كنا شرحناه في قائمة اه هوم في الفونت في الخطوط. تمام? اهو زي ما انت شايف مجموعة كبيرة جدا من الفونت او الخطوط تقدر تغير ما بينها. طبعا هي دايما بتبقى مرتبطة اكتر بالاشكال او اللي انت بتختارها. اهو ده كان بالنسبة للكلورز والفونت اللي موجودة جنبها. نخش بعد كده في باراجراف سبيسنج. باراجراف سبيسنج انهوت. البراجراف يعني فقرة. فهنعمل الفقرة اهو. في فقرة اولى زي ما انت شايفينها. فقرة يعني مجموعة جمل مرتبطة بفكرة معينة. تمام? لما نخش انهوت في البراجراف سبيسنج هتلاقيه يغير لك شوية في المساحة ما بين البراجرافات وبعضها. اهو. يزود لك المساحة ما بين البراجراف ده وبعضه وما بين الخطوط السطور وبعضها داخل البراجراف. هنا بقى بنخش الجزئية مهمة جدا. هتطلب شرح لوحدها. وهي قائمة باراجراف. لما اجي اعمل على باراجراف بعينه. واعمل تمام? هنشوف هنا هو مجموعة من الخيارات الممتازة جدا لباراجراف. اهو بتروح على باراجراف. اهو نختار باراجراف. ونشوف بقى مجموعة من الخيارات الممتازة جدا اللي اي حد عايز ينسق ملف لازم يعرف. تمام? هنا هو الاندنتس انت سبيسنج. الاندنتس لها الازاحات والمسافات. تمام? يعني هنا هو بيقولك الالاينمنت دلوقتي اه نحية اليسار. يعني انت عامل تنصيق نحية اليسار لان الكلام من اليسار الى اليمين يعني كلام بين الانجليزي. فتقدر تحدد منه اتجاه الكلام. تمام? وهنا نفس الكلام. انت بتحدد بتقول يعني ان ده احنا معلمين دلوقتي على يعني نص نص في الكلام وليس مش مش اه عنوين. تمام? ونقود بيقولك الاتجاه اللي انت بتكتب منه من اليسار الى اليمين. الانديتيشن الانهوة الازاحة لو انا عاوز ازيح قبل النص تمام? اهو نتجرب كده ونزود. اهو. هنلاقل زي ما انت شايف تحت الازاحة بتحصل من اه من اليسار يعني قبل التكست. تمام? بعدين نخش تاني على براجراف. ونختار الازاحة بعد التكست. اهو افتر تكست. هنلاحز ان بعد البراجراف هيبدأ يزوء المسافة هتبقى من اليمين الى اليسار. اهو بيحصل الازاحة العكس. مش مش قبل ولكن بعد النص. اهو زي ما انت شايف. مجرد ما بتقول اوكي بتلاحز ان النص راح شوية ناحية اليسار. لان تمت الازاحة بعد النص. بعد انتهاء النص. تمام? بعدين في الاسبيشال هنا هو تلاو انت عاوز تزيح السطر الاولاني. فرست لاين بعينه. بتوقف عليه تختار. تمام? وبعدين نختار الازاحة. اهو زي ما انت شايف ازاح اللاين الاولاني بس. تمام? وفيه ناس بتحب بتكتب المقالات بتكتب لان انت بتسيب مساحة شوية في اول لاين في اول سطر. طيب نكمل في قائمة براجراف. قائمة دي مهمة جدا يا جماعة وركزوا فيها لانها تحتاجوها كتير جدا. اهو. هنا هو تزود الازاحة بتاعة اللاين فرست لاين اللي ان احنا واقفين عليه. طيب نخش على الازاحة حسب الميرور يعني لو انت بتطبع الكتاب فبيعمل لك كأنها مراية. فتلاقي الازاحة ما بين المساحتين اللي قصاد بعض في الكتاب. تمام? فدي بتبقى مهمة جدا لو انت بتطبع على شكل كتير بتختار الخيار اللي هو لان انت بتطبع لازم المساحات تكون قصاد بعضها في الازاحات. طيب. نكمل برضو في قائمة براجراف ونجرب كده هو في براجرافين هون. تحت بعض. نخش على براجراف ونبدأ بقى نشوف قائمة اللي هي المسافات. قبل البراجراف نزودها شوية ونشوف. نقول اوكي. وهو تلاحز ان قبل البراجراف حطيلك مساحة. او قبل كل براجراف زود المساحة. تاني نخش على قائمة براجراف. وبعدين في افتر براجراف هنا هو المساحة بعد البرو جراف هيزود المسافة شوية بعد البراجراف زي ما بتشايف. بعد نهاية تزود المسافة. نخش تاني على قائمة البراجراف ونخش بقى هنا. اللاين يعني ما بين الخطوط المسافة ما بين الخطوط جوه الفقر أو جوه البراجراف. لو غيرت رفها حاجة هتلاحز ان المسافة ما بين السطور ابتدت تتغير. اهو. يعني هيبدأ يزودها شوية. هتزيد اكتر. بعدين تقل بعدين تقل تبقى بالزبط زي ما انت واقف دلوقتي عليها. فنخش مثلا اهو زي ما انت شايف السطور مسافات ما بينها زادت. اهو. بعدين بنخش تاني. عشان نوضح مثلا دلوقتي انا عندي براجرافه هوات عايز اخ Arcاتة ده يملأ الصفحة فاببدأ ازود ما بين السطور وبعضها. تمام? اهو. احضر ازود ما بين البراجرافات وبعضها. وزود ما بين السطور وبعضها. احو لو انا عاوز البراجراف يملالي الصفحة يكون شكله كويس لو انا بكتب خطاب قصير بس ما يكونش شكله مش كويس لان هو يكون متعلق في اول الصفحة. فعن طريق البراجراف احضر ازبط شكله بحس يكون شكل مقبول. اهو. ازود شوية فونت مع شوية في المساحات في البراجراف من مبيل السطور تلاقي الشكل طلع ممتاز جدا واصبح عملت خطاب جميل حتى لو كان قصير ده كانت قائمة براجراف من القوائم المهمة جدا اللي لازم اي حد بيكتب كتير على وورد لازم يتعلمها طبعا بعدين هنخش على خيار اللي هو المؤثرات خيار دوت متعلق ببرضو الاشكال او الشيبس او اللي انا خطط زي ما انت شايف هما بعف على الشكل واتحرك ان هو بيغير لك بعض الحاجات في الشكل اهو ممكن يغير لك الاطار شكل الاطار يخليه لامع يخليه قوي باين او يخليه ماسح جلوسي او يخليه فيه زي ما يكون فيه انعكاس يعني او دوت متعلقة بالاشكال او الشيبس ده كانت رؤية سريعة لقائمة ديزاين يريد تكونوا استفدتم بشرح النهاردة وما تفعلوش علينا بلايك وسبسكرايب في القناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة